بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم وارتونيو حلقتنا النهاردة من قناة ياسمنتو اليوتيوب هنوصل لباقي حلقتنا عن الملوك وعن الامرة النهاردة هنتكلم مع بعض عن الاميرة فوزية الاميرة فوزية التي اجتمع الجمال والسلطة فيها بشكل نادر لكنها كانت نقمة على الاميرة فوزية ابنة الملك فؤاد الاول شقيقة الملك فاروق في حياتها التي كانت غير سعيدة تابعوا معايا الفيديو الاميرة فوزية هي الابنة الثانية للملك فؤاد الاول اطلق عليها اجمل بنات الملك اجمل شقيقات الملك فاروق على الاطلاق والتي دفعت ضريبة ذلك الجمال بزواجها من شاه ايران فاصبحت اميرة مصر وامبراطورية ايران لتجمع بين مباهج الحياة وقلب غير سعيد الاميرة فوزية تولدت يوم 5 نوفمبر عام 1921 للملك فؤاد الاول ملك مصر كثاني ابناء الملكة نازلي بعد الملك فاروق جدها لابيها هو الالباني محمد علي باشا الذي حكم مصر في الفترة من سنة 1805 لـ 1848 كان احد اجدادها لامها زي ما قلنا في حلقة قبل كده طبعا لامها الملكة نازلي كان ضابط فرنسي خدم في صفوف الجيش مع نابليون بنابرط لذلك كانت ملامحها اوروبية بشكل كبير كما تلقت تعليمها بسويسرا واطلقت اللغتين الفرنسية والانجليزية بعد ان انتهت فوزية من دراستها في اوروبا عادت للقاهرة واصبحت حبيسة القصر الملكي واضطرت الى الالتزام بالقواعد والتقاليد المصرية وهو ما كان على عكس طريقة حياتها في اوروبا فكان خروجها من القصر الملكي للتنزه شبه مستحيل بدون مراقبة من خدم القصر الاميرة فوزية تزوجت من ولي العهد الايراني محمد رضا بهلوي الذي عشقها من شدة جمالها فحزت الاميرة فوزية بمراصم اسطورية كبيرة بحفل زواج كبير احدهما كان في القاهرة وتلاح حفل اخر بايران احتفالا بوصولها فكانت مناصم الزواج مرتين مرة في القاهرة ومرة في طهران كان وجه الاميرة فوزية سعيدا على ولي العهد فتم تتويجه سريعا كشاه لايران حيث تولى محمد الحكم بعد نفي والده شجاه رضا بهلوي بجنوب افريقيا بعد الغزو البريطاني الروسي لايران وده كان سنة 1941 احتفلت بعد ذلك بميلاد الاميرة شهناز ليعيش الزوجان في فرح وسعادة كبيرة الاميرة فوزية عاشت في ايران حياة مليئة بالطرف والشهرة وكونها طبعا كزوجة للملك بدأت نهاية تنشر صورها على اغلفة المجلات الاوروبية لكن كل ذلك لم يساعد فوزية في تحدي السلطة التي فرضها زوجها عليها داخل القصر ولانها لم تستطيع التجانس مع هذا الوضع فوزية طلبت الطلاق من زوجها الملك بعد ان جابت منه ابنتها البكر شهناز بهلوي ودي كانت الابنة الوحيدة لها من شاه ايران وده كان السبب في حدوث ازمة بين مصر وبين ايران وتم بعد ذلك الطلاق وانقطعت طبعا العلاقات مع ايران علاقات مصر بايران حيث قال الملك فاروق ان حياة شقيقته في خطر لانها تحب شخصا ايرانيا غير زوجها مما يهدد حياتها بشكل كبير وهو ما لم يستدل عليه احد كلام دوع مجرد كلام او شائعات فقط وبالفعل تم قطع العلاقات المصرية الايرانية في هذا الوقت رجعت فوزية وعادت بصحبة ابنتها البالغة من العمر 8 اعوام للقاهرة سنة 1948 حيث كان شقيقها الملك فاروق ما زال متربعا على عرش مصر وده كان حدث نادر في الشرق حيث لم يحدث من قبل ان تتخلى زوجها علق بها الملكي لتتطلق من زوجها لاي سبب مهما كان تزوجت الاميرة فوزية مرة تانية من العقيد اسماعيل شيرين اخر وزير حربية وبحرية لمصر في العصر الملكي قبل قيام ثورة 23 يوليو انجبت منه نادية وحسين بعد ثورة 23 يوليو فضلت الاميرة فوزية ان هي تعيش في الاسكندرية وتحديدا في منطقة سموحة لتنعم بالسلام مع زوجها واطفالها واسرتها وقبرت ابنتها نادية فرأت الفنان يوسف شعبان اثناء زياراتها لاحدى صديقاتها في اقوال بقى هنا متضربة عن مكان الزيارة البعض بيقول انه هي شافته في بلاتو احد الافلام والبعض الاخر بيؤكد ان هي شافته في حفلة ايد ميلاد ايا كان وطبعا كعادة الملوك الاميرة فوزية رفضت زواج ابنتها نادية من الفنان يوسف شعبان لانه هو سبق الزواجه من الفنانة ليلى طاهر وتم طلقهم ثلاث مرات وفي فترة قليلة جدا كانت عبارة عن عامين من هذا الزواج لكن الاميرة فوزية خضعت لرغبة بنتها ووفقت على الزواج من الفنان يوسف شعبان ولكن يبدو ان هي ووالدها كانوا محقين فانتهت قصة الحب بين يوسف شعبان وابنة الاميرة فوزية نادية بالطلاق فلم تتمكن ابنة العائلة المالكة ما العيش بحياة الفنانين وعادت نادية لتعيش الأسكندرية مع والدتها الاميرة فوزية لقبت بأجمل اميرات العالم زي اودري هترون فقد كانت بالنسبة للصحافة والعالم صاحبة اطلالات مذهلة فاتنة لا مسيلة لها في عصرها تكونت من مزيج من الموضة الاوروبية والغموض الشرقي الامر الذي جعلها المرشحة المثالية لعيون كاميرا المصور الانجليزي سيسيل بيتون ظهرت في مجلة لايف عام 1942 الذي وصفها بأنها صاحبة النظرة الحزينة وشعر شديد السواد ووجه منحوط بدقة ويدين نعمتين ورقيقتين خاليتين من تجاعد العمل اما شارل جيجول قال عنها في مذكراته انها المرأة التي ترك الرب بتوقيعها عليها وقال عنها وينستون شرشل شقيقة الملك فاروق فوزية امرأة صاحبة جمال نادر غامض يجبرك ان تتمتع فيه بلا ملل ولا كلل انها منحوطة فائقة الجمال كما قال عنها شاه ايران رضا والد زوجها عندما اردنا البحث لولي العهد عن زوجه زودنا سفراء ايران في دول العالم بصور الاميرات ونبيلات من شتى بقاع الارض ولكن زهلنا عندما رأينا صورة الاميرة المصرية فوزية شقيقة الملك فاروق فكنا ننظر لصورها مطولا لا نمل لا نكلمنا نظر اليها ونتساءل فيما بيننا معقول هل يوجد هذا الجمال فعلا على ارض الواقع قالت اشرف الشقيقة التوأم للشاه عنها صحيح ان فوزية كانت بردة بعض الشيء لان علاقتنا بيها كانت دافية جدا الى حد بعيد كانت تعشق الموسيقى الكلاسيكية وتعزف على البيان وببراع وتحب القراءة والرسم بالفحب وركوب الخيل وكانت تهوى الغناء الابرالي وعروض البلاء وعشان كده اخوها او شقيقها شاه ايران بنى لها دار الابرة في تهران وتبعت قائلة ان هي فوزية كان لها الزوق رفيعة جدا في اختيارها بصراحة فعلا هي تليق ان تكون امبراطورة على ايران فقد خلق خط لتكون جالسة على العرش فقد كانت تمتلك هالة ملكية براقة من دون تكلف او تصنع وده كان كلام اخت شاه ايران عن الاميرة فوزية توفيت الاميرة فوزية عام 2013 يوم 2 يوليو عمرها كان يناهز 91 عاما شيعت في جنازة متوضعة في 3 يوليو عام 2013 في مدينة القاهرة حيث تم حملها من مسجد السيدة نفيسة الى ان تم دفنها بجانب زوجها الثاني اسماعيل شيرينة الذي توفي عام 1994 وبكده خلاص يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهاردة عن اجمل اميرات الارض او اجمل اميرات العالم الاميرة فوزية ابنة الملك فؤاد الاول لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب انتظروا ان شاء الله في حلقة تانية من قناتي ياسمنتو اليوتيوب في سلسلة حلقات الملوك والامراء اللي اثاروا في عرش مصر شكرا جدا لكم